ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم بنحو أربعة جنيهات عن آخر سعر له بالأمس ليسجل المعدن الأصفر سعرا تاريخيا وأعلى نقطة سعرية محليا ما يزيد عن أربعة أشهر وسجل سعر عيار 21 نحو 661 جنيه للجرام فيما بلغ سعر عيار 24 755 جنيه للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 5284 جنيها وسجل السعر العالمي للأقية طبعا 1350 دولارا مرتفعا 11 دولارا وخمسين سنة عن الأمس عبر الهاتف معنا الأستاذ إهاب واصف عضو شعبة تجار الذهب أهلا بك أستاذ إهاب دائما ومجددا طبعا ما الأسباب يعني الأعلى في التاريخ لسعر الجرام الذهب جملة كبيرة ما هي السبب أو ما هي الأسباب مش الأعلى عالميا هو الأعلى محليا بس في التاريخ والسعر العالمي آآ 1351 حاليا آآ يعني ده ارتفع أكثر من الأرقام اللي ذكرتها أي أصلا بالضبط آآ بالضبط آآ بالرقم آآ ده قبل كده في السوق المحلي آآ آآ أبدا لماذا؟ أعلى نقطة في تاريخ الدهب النهاردة آآ لماذا؟ ما هي المؤثرات؟ المؤثرات هي ان آآ انخفاض قيمة صرف الدولار أمام العملات الرئيسية وبالأخص الإجنيل الاسترديني آآ آآ صرفوا أمام الدولار إلى 1.42% آآ آآ النهاردة في مؤتمر بافوس آآ رحابة الإدارة الأمريكية المالية الأمريكية بإمخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى مما شجع المستثمرين للهروب من الاستثمار في الدولار والاتجاه للاستثمارات الأخرى ويعتبر الدهب زي ما قلنا المرة اللي فاتت إنه الدهب هو الملاز آمن صحيح رقم واحد في العالم كله للاستثمارات فحصل اتجاهات آآ للمستثمرين للاستثمار في الدهب أكتر نعم وبالتالي ما المتوقع يعني هل سيظل الدهب هو ملاز آمن وأن الدولار ربما سيرتفع قيمته أمام صرف العملات الأخرى عالميا وتنقلب الطاول على مدار الثمانين عام اللي فاتوا الدهب هو رقم واحد كملاز آمن في البورصات العالمية يعني إذا بتكلم الدهب هو الملاز الآمن رقم واحد في العالم ودايما بيتجه للمستثمرين في حالة عدم رضاءهم عن أداء سهم أو مؤشر بورصة أو عملة فدايما بيكون هو الملجأ الوحيد للمستثمرين هو الاتجاه في الاستثمار في الدهب نقدر نقول إن هيحصل عندنا شد وجذب لحد مصيط بس مش حد كبير لحد مصيط في أسعار الدهب وتحدث انطلاق أخرى في أسعار الدهب لأنه واضح إن الاتجاه الأمريكي السياسة الاقتصادية الأمريكية هو اتجاه لتخفيض عملة الدولار أمام العملات الأخرى ولذلك لتنشيط الوضع الاقتصادي الأمريكي في الفترة القادمة يعني يا ذهب سينطلق سيرتفع سعره أكثر من هذا الارتفاع التاريخي كما وصف؟ هينطلق أكثر محلياً هينطلق أكثر من كده أنا شايف لأنه عندنا هيحصل نقطة جني الأرباح بالنسبة للمستثمرين وبعدها يعود المستثمرين مرة أخرى للاستثمار في الدهب تمام ويحصل عندنا ارتفاعات متتالية في الأسعار العالمية وبالتالي قد نرى في الأيام القليلة القادمة أرقام كياسية في أسعار الذهب مرة أخرى يعني أستو ذهب حينما بيرتفع الدولار داخلياً بيرتفع أيضاً الذهب وحينما بينخفض عالمياً أيضاً بيرتفع الذهب طب متى ينخفض الذهب؟ ينخفض الذهب لو الدولار انخفض أمام الجنيه المصري سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ينخفض ينخفض في حال ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى ينخفض في حال الدولار خارجياً أمام العملات الأخرى ويرتفع الدولار يرتفع الذهب في حال انه الدولار ينخفض عالميا طيب وبالتالي هل بتلوح في الافق اية انخفاضات في الذهب يعني بعد المستوى كمان التاريخي الاكثر الذي ذكرته اللي ربما نصل اليه لا اعتقد على المدى القريب ابدا يعني على المدى القريب لا اعتقد ابدا احنا بنسجل نقطة سعرية محلية في مصر الجديدة تمام واعتقد ان هي بداية لارتفاع مؤشر الدهب او ارتفاع سقف سعر الدهب عظيم جدا يعني اخيرا وسريعا وسيزهاب بتنصح المواطنين الان بالبيعة من الشراء اعتقد ان النقطة كويسة للشراء اه للشراء احنا في نقطة نقطة كويسة جدا للشراء دلوقتي يعني كان طبعا قبل كده كان احسن افضل من الوقت الحالي ولكن اعتقد ان في انطلاقة جديدة لأسعار الدهب نعم انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب واصف عضو شعبة التجار الذهب على كل هذه التفاصيل شكرا لك